أنا عايزة أقول لحضراتكم حاجة مهمة كمان ممكن ما تعجبش البعض الحاجة دي عبارة عن إيه؟ إنت إحنا لازم نهتم شوية بفكرة تدريب المتزوجين يعني كل خمس سنوات المفروض نتدرب على المعارض وطرق التعامل مع أسليب الحياة الجديدة آه والله يعني لازم اللي هيتدربه بعد سبع سنين لازم يكون في تدريبه من زي يتعاملوا مع التراكمات الزوجية التراكمات دي كمان ممكن تكتر بالمخاوف لإن الأمان عند استداد دركن من أركان حياتها فبتتراكم علشان لما تيجي أنت تقول لها الحاجات علشان ما تتكررش تاني إيه اللي حصل؟ الراجل يقول لها أنت شايلة دا كله هي عايزة الأمور ما تتكررش علشان كده في بعض الجلسات بينسيب الزوجين كده يقعدوا ساعة مع بعض يخلصوا فيها الحاجات المتراكمة دي وبعد الساعة اللي خلاص الملفات بتغلق فيها ما تتفتحش مرة تاني ودي مهارة مهمة جدا جدا في الاهتمام الزواجي علشان يعرف أنه أولوية عندها وهي أولوية عنده يمكن دا بيخلص على فكرة بقى أن هي تقول المتش أولى مني؟ صحابه أولى مني؟ والعكس طبعا يقول أهلها أولى مني مش هيقول الزوج أنها بتبدي أهلها ساعتها وأصدقاءها عليه أو الأولاد عليه لأنه ساعتها يكون امتنت له وتركت له وقت عشان تشوفه وتعد معاه أحيانا الناس المخضرمين اللي موجودين في الجواز بقلهم 15-20 سنة إيه اللي حصل؟ بيكونوا شايفين أن الحكاية خلاص أنا أحتاجين للمتنان ليه؟ ما كل واحد فينا عارف كل حاجة وكمان بسبب مخلفات فقد مهارة الحوار فكل ما نفقد الامتنان وما فيش حوار بيكونوا شايفين أن المسألة كده خلاص وانتهت فلما يجونا يقولون لأ إحنا خلاص لسه هنبتدي من أول جديد إحنا خلاص وصلنا للنهاية فالمسألة انتهت بس ده مش حقيقي فيه إمكانية لعودة مرة تانية ومعاودة الانتماء للأسرة والامتنان لازم نتعلم معارضة التغافل فما فيش راجل مثلا يبقى بيقف على الوحدة في كل حاجة مع ممراته ويجي يقول لها أنا تغافلت تغافلت عن إيه؟ أنت واقف على واحدة الحقيقة أنك كده ما تغافلتش أنت خزنت ففيه فرق كبير ما بين التغاضي والتخزين التغاضي أني خلاص المسألة انتهت وما فيش مانع علشان تتغافل أننا احنا نصرح ببعض بعدم الرضا عن بعض المواقف من غير استعداء ومن غير لوم وأنا بعبر في ده عن محاولة للجذب مرة تانية